السلام عليكم اخو المشاهدين كانت تمنى تكونوا باخير وعلى خير صحة جيدة وفي احسن الاحوال يوم بغيت نقطع لكم بسطيلة دي الحوت اقتصادية اللي كتجي على هذا الشكل الرائع قوم معنا تشوفوا الطريقة والمقادير بسم الله على بركة الله اول حاجة كنديروها كنجيبو كوفيت دياننا وللقمران كنقواه من اللي كنقواه كنحيدو الحوت بوحديتو كنحيدو القشور بوحديتو كنعملو في شكاسرولا كنديرو علي الماء وكنضيفوه اللي قامة هني عندي توابيل وعندي هنايا قصبرو مع الدنوس وعندي هنايا ورقة دير الراند ورقة الغارة ولا ورقة سيدنا موسا كنديروهم يغلو بعد ما درناهم يغلو كنجيبو الحوت دياننا اللي هو على هاد الشكل وكنقطعوه يعني كنقطعو هاد الحوت كامل قطع صغيرة بعد طريقة كنقطعوه طريفات صغارين كنجيبو الشعرية دياننا اللي هي على هاد المركة هادي أنا كنستعمل هاد النوعية هادي كنعملوها في شيء إينا بحل هادا وكنكون نطبط هاداك القشور ديال القنبة مع التوابيل مع الورقة ديال سيدنا موسا والحامط ولقامة كاملة باش كنديروها فوق هاد الشعرية الصينية ديالنا وكنخليها تفزق يعني تكتشرب لنا هاد المركة كاملة مقادر اللي غنحتاجو في هاد البستيلة ديال الحوت عندي هنا يا جبوتات ديال شامبينيو يعني ججعو لديال شامبينيو للفتر مأكل عندي هنا يا عندي هنا يا عندي كورنيشو القليل من كورنيشو محكوك عندي هنا يا حامضة محكوكة بمرقضة وعندي هنا 400 جرام ديال كالامار عندي هنا الحوت الأبيض مقطاقة تاعة صغار وعندي هنا يا نوعية يا آخرة ديال التانية ديال كالامار تا هي 400 جرام وعندي هاد القمرون مقشر 500 جرام ديال قمرون مقشر وعندي هاد الحوت هادي مقطعها صبادة وعندي هنا التومة محكوكة وعندي بصلة مشلدة هنا يا عندي التوابلي بزار والملح والقصبور يابس مطحون والففلة حمراء والخرقوم يعني سكين جبير هادو متوابلي غنحتاجو عندي رومنوم شوية شوية وعندي هنا يا الهريسة مع القاة كبيرة ديالهريسة وعندي هنا الزيتون مرقض ونصف حمضة وعندي زلفة فيها قصبور ومع الدنوس وورقة سيدنا موسى متحونين مع بعديتهم هنا كنديرو زيت بخلطة ما بين زيت الزيتون يعني سكز العنبادية زيت الزيتون مع زيت بيضاء كنديروه في المقلات وكنديرو عليها البصل وكندقوا ونضيفو الحوت شوية بشوية وهنا فسنا نحرقوهم وكنزيدو لهم العافية فسنا كلافية مجهدة باش ما كيتلقوش الماء حيث البصلة كتطلق الماء مع الحوت كاملاتها كتطلق الماء ستنجهدو لشوية العافية مع التحريك كنخليوتا كتشحر واحد شوية هاد الحوت اللولى اللي عملنا عاد كنزيدو عليها الحوت اخرى اللي بقت يعني كنضيفوهم كاملين هاد المقلات كتشحروا مع بعديتهم إلا كانت عنا مقلة كبيرة كنعملوه مقلة كبيرة كل شي مع بعديتهم إلا كانت مقلات صغيرة كنشحروا كل حاجة وبحديتها كنخلطوهم 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 كنخلطوه كنخلطو كنخلطو Luther حل кот ما المكتربة وكنخلطوه كنخلطوص يعني كنضيفو جميع العناصر اللي وجدنا طبك كنضيفو الهريسة يعني الحارة الهريسة حارة كنضيفو شوية دلملحات شوية دليبسات شوية ديال بسكين جبير شوية القصبور يابس وكنخلطوه كنخلطو هاد العناصر مزيان في الاخير كنخليو القمرون تل اخر يعني هو الاخير كنضيفو عليه الشامبينيون وليفي تل المأكل كنضيفو ملعاقة كبيرة ديال صلصة الشوية وكنعسرو عليه نص حمضة ونضيفو الكورنيشو ونضيفو الزيتون مقطع ونضيفو نخلطو هادو كامل يخصو متيبة مع بعدياتهم باش كيتلقو المدقة وبعدياتهم هناك نخلطوه مزيان باش كيجينا لحدينا طري يعني مخصوشي تيب بزاف غيرتها كتشرب المرقة كاملة كما كتشوفو هيا طابت وشربت المرقة ديالها كاملة طيبة على هاد الشكل يعني مخصوشي تيب كتر من القياس باش ما يقسح لناشي الكالامر بعد ما طابو كنديروهم كنصفيو هاد الخاليط صفاية باش ما تقطع ناشي الورقات بسطيلة وهذاك الخاليط الهود منها يعني ذاك المرقة الهودة من هاد الحوت من هاد الحشوة كنرجعوها في المقلات اللي تيبنا فيها بلا ما نغسلوها كنرجعو في هادك المرقة كنجيبو الشعرية ديالنا اللي كنصفيناها بعد ما فزقات في هادك المرقة اللولة كنصفيوها وكنقطعوها قطاع صغيرة وكنضيفوها على هاد المرقة وكنخليوها تشرب هاد المرقة كاملة ديالحوت باش كتجينا الشعرية ديالنا فزقا كنضيفو لها واحد ملقة ديالهريسة اللي كيبغي الحار وكنضيفوها الزلصة السوجة وكنخلطو باش كتجي هاد الشعرية ديالنا فيها المعدق ديال الحوت باش ما جينا شي الشعرية ديالنا بيطا وبسلا يعني هنا كتكون الشعرية ديالنا متشربة المرقة كاملة كيجي فيها وحد المعدق ديال الحوت والمعدق ديالحار كتجي لديتا وشاهية كما قاو عليها بتحريك تكتشرب ذاك المرقة كاملة ما كتبقش فيها تقطرة يعني كتتولي فزقا الشعرية ديالنا كيما كتشوفوها وشاهية هنيا كنجيبو السيني اللي عطت خلف الرانو كنجيبو الورقات ديالنات باستيلا بعد ما دهنناها كاملة دهنناها هي اللولا قبل ما نبدأ الخدمة كنكون دهنناها كاملة بالزيت لما كنستعمل شي الزبدة دهنتها كاملة بالزيت كما كتشوفو كان قاو نستفوها في السينية ديالنا لهاد الورقة كتقطة حيث شريتها البارح يعني ما شريتها الشي في الوقت شريتها نهار قبل باش كتقطة عمل أحسن تشيروها في وقت الخدمة يعني تكونو كتوجدو عد كتجيبوها وكنستفو الورقة ديالنا كاملة باستطرقها كيما كتشوفو وكنجيبو الشعرية هي اللولا كنعملوها وكنستفو الشعرية ديالنا كاملة فاق هي اللولا وبعد كنجيبو الحشوة ديالنا دي الحوت كاملة ما فيها اشتب المرقى كاملة يعني سقطرناها كنخويوها من فوق دك الشعرية وكنستفوها هنايا كنا خصونا نعمل الجبن نسيت ما شريتو شي عندي واحد شوية درتو ودبا كنضيفو الورقة اللولا اللي فيها يعني كنبقاو نشدوها بهاتطريقة كان بزاف ديال الطرق ديال طلميط البستيلانة اختارت غي هات الطريقة السهلة بس نعدل للكم كنشدو الورقة ديالنا يلا الورقة جاتني سعبة شوية حي تكتقطع لكن كنقاددها مش مشكلة غتتعدل دبا كندهنوها بالبيضة هنا خلط بيضة كاملة وكندهنوها وكالسقو بيها منو كنسقو بيها ومنو كندهنو بيها كنزيدو عليها الورقة آخرى باش كنلمطوها مزيان باش ما تحتحناش يعني كنلمطوها مجناب هالطريقة كما كتشوفو حاولو نسقوها بالبيض ونقاملو ندهنوها وكنضغطو عليها باش كتاخد البلاسات ديالها ديالورقة بسطيلة اللي شاطط لنا كنقطعوها قطع صغيرة وكنحطو عليها بهاد الشكل هيدا بدمدهنوها بالبيض كاملة كنديرو عليها الورقة مقطع بها الطريقة كاملة كنحطوها عليها كما كتشوفو بعد مسالينها كنديروها في الفران الطيب كننشوها كاملة بهاد البيض اللي شاط كننشو عليها من فوق باش كتتحمر وكرشو عليها الزيت كرشو عليها شوية ديال الزيت كاملة وكندخلوها الفران الطيب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة